اشتركوا في القناة فالدال على الخير كفاعله مرحبا بكم أحبابي في الله نتمنى أن تكونوا بألف خير وأنتم تشاهدون هذا الفيديو وقبل البدء علينا أن نوضح لكم أن هذا الفيديو يعد مهما للغاية ولكل الفتيات والشباب الذين هم في سمن العشرين عاما وما عليك فقط عزيز المشاهد ألا أن تشاهد الفيديو حتى النهاية وأنت في راية التركيز ولا تترك الفيديو قبل مشاهدته للنهاية حتى تصل لك المعلومة بشكل صحيح والآن لنبدأ على بركة الله أندي هي فتاة عندها ستة وعشرون عاما وتزوج من رجل أعمال عنده أربع وثلاثون عاما وعلى حسب ما تقول منار صديقة سندي أن سندي كانت تتمتع بعيشة مرفحة للغاية ودائما زوجها كان يلبي لها جميع طلبتها وكان المنزل مرفحا جدا وكانت سندي أيضا تمتلك سيارة فخمة للغاية لدرجة أن في بعض الأوقات صديقة سندي كانت تنظر إليها وتحسدها على زوجها الذي دائما ينفذ لها جميع الأوامر ولكن بالرغم الترفيه المفرط وبالرغم من أن الزوجة سندي كان لا يرفض لها أي طلب إلا أن سندي لم تكن راضية بالعيشة التي هي فيها ودائما كانت تحس بالملل وتشعر في بعض الأوقات أنها تريد الطلاق من زوجها وبعد فترة بسيطة تعرفت سندي على شاب عبر الإنترنت وبدأت تحقي له عن جميع المشاكل الزوجية التي تمر بها وبرأة تشرح لهذا الشاب الأشياء التي تغضبها جدا من زوجها وأكثر حاجة تحبها في الرجل برأة سندي تتكلم بمنتهى الأرياحية مع هذا الشاب وبرأة هذا الشاب يقنعها أنه يكون بمثابة كاتب أصررها وبعد فترة بسيطة في هذه العلاقة تم بينهم لقاء وبرأة الشاب يطلب من سندي أنهم يتقابلون وبالفعل سندي لم تكن عندها أي مشكلة إنها تقابل هذا الشاب فحدث بينها لكوفي إحدى الأماكن الحصة التي لا يراهم أحد ويخبر زوجها وبعد فترة كثيرة من هذه المقابلة برأة العلاقة تتطور إلى أبعد من ذلك وبرأة سندي تشعر أن هذا الشاب أن يكون هو زوجها وبرأة ترجب به والشاب أيضا كان يرجب بها ولكنه كان معكرا للغاية وكان هدفه الوحيد من العلاقة مع سندي أن يأخذ منها أموال كثيرة لأنه علم أنها من الأسرياء وأن زوجها من الأسرياء أيضا فقال الشاب في نفسه أن هذه فرصة رائعة لتجعله يصبح أيضا من الأسرياء بسبب هذه الفتاة وبالفعل حدثت بينهم علاقة محلمة وقاموا بالوقوع في الزنا معا وكانت سعيدة للغاية بعلاقتها مع هذا الشاب وترى أنه هو الشاب المناسب الذي كانت تبحث عنه دائما وبعد شبور على هذه العلاقة بدأت صديقة سندي مامار تلاحظ أن سندي في علاقة وتخون زوجها ولأنها صديقتها المقربة بدأت تلاحظ عليه الأشياء الغريبة فطلبت منار من سندي بنصرحتها وأن تخبرها ماذا تفعل في هذه الفترة الأخيرة وما هو السبب في تغير حلها بهذه الدرجة وبعد إلحاح شديد من منار قالت لها سندي أنها بالفعل تهرفت على شاب آخر وأصبحت تحب وأصبحت تحبه فصوقت منار وسألتها ما هو السبب الذي جعلك تبحثين عن رجل آخر غير زوجك خصوصا أن زوجك كان يلبي لك جميع طلباتك وكان يجلب لك كل شيء فتعجبت منار وسألت سندي عن السبب فقالت سندي أن هذا هو السبب الرئيسي الذي جعلني أترك زوجي وأبحث عن غيره أن زوجي ضعيف الشخصية ودائما ما يتعامل معي بلوت شديد ولا يعصي لي أي طلب وأنا لا أرهب في هذا النوع من الرجال فإن زوجي لم أتذكر أنه ولو مرة قد قام بضربي أو بسببي أو حتى رفض لي أي طلب وهذا النوع من الرجال لا يعجبني أكملت سندي حديثة قائلة أنا كنت دائما أبحث عن رجل قوي شخصية يضربني أو يرفض لي طلباتي ولا يلبيني جميع عوامري وبذلك أكون سعيدة تعجبت منار من شخصية سندي وقالت لها زوجك طيب ويلبي الطلبات وهي ترفض وبعد دقائق فقط هدرت منار أنها ستكشف أمرها وطلبت من سندي أن تكف عن هذه العلاقة المحرمة وإذا ستخبر زوجها والعامة لأن سندي تكون زوجها وأنها امرأة غير طيبة وبعد جدال كبير ما بين سندي ومنار أكدت منار على سندي أنها بالفعل ستخبر أمرها للعامة وتكشف سرها وتكون سببا في طبقها من زوجها فحافت سندي من كلام منار وطلبت منها أنها لا تخبر أي أحد بالأمر وأنها بالفعل تقطع لطبها بهذا الشاب ولن تكون زوجها مرة أخرى منار بهذا الكلام عادت مرة أخرى إلى المنز وتقول منار أنها لم تكن في نيتي إطلاقا أن أكون بكشف السر صديقتي سندي ولكن فعلت هذا الأمر حتى تعود مرة أخرى عن الأشياء التي تفعلها وتكفل منار أنها تهددها فقط من أجل صديقتها سندي وأنها كانت تتمنى لها عيشة طيبة ولا تتمنى أن تكون بخارب بيتها ولكن للأسف سندي لم تقطع بكلام صديقتها منار وذهبت سريعا إلى هذا الشاب الذي هي على علاقة به وطالبت منه أن يتحلص من صديقتها عن طريق فضيحة مدبرة لقد قامت سندي بالاتفاق مع الشاب التي تكون بعلقها محرمة معه أنها ستجلب له صديقتها منار في مكان معين وأن هذا الشاب عليه أن يكون باختصابها وتصويرها في وضع محلة ثم يرسل لها بعض ذلك الفيديوهات التي قام بتصويرها وبالفان في اليوم التي اتصبت سندي منار وطلبت منها أنها في ورطة كبيرة وعليها أن تأتي في المكان الفلاني تريعا ولأن منار كانت تحب صديقتها سندي لبرايا فذهبت سريعا إلى هذا المكان المطلوب وهناك بكل أسف قام الشاب بتمزيق سياد منار ثم تصويرها في وضع مخل وتركها تذهب بعد ذلك وبعد ساعات فقط من هذه الحادثة مؤلمة اتصلت سندي من منار وقالت لها أنها تمتلك الآن فيديوهات مخلة لها وإذا قامت منار في أحد الأيام بكثل سر سندي أو إخبار أي أحد أنها على علاقة بشاب أنها تمتلك الآن فيديوهات مخلة لها وإذا قامت منار في أحد الأيام بكشف سر سندي أو إخبار أي أحد أنها على علاقة بشاب ستنشر لها الأخرى بنشر فيديوهات لها وتكشف أمرها للعمة وصدمت منار من فائد صديقتها لسندي خصوصا أن منار لم تكن تنوي أن تفضحها بالفعل وكانت تهددها فقط وضع ساعات فقط اتصلت منار بسندي وأحبرتها أنها ستكون بقتلها بعد ساعات فقط نعم قالت منار لسندي أنها لم تترك الفعل التي عملتها تمول عليها وأنها ستكون بقتلها بسبب ما فعلته فضحكت سندي ولم تستجيب للعزة التهديد ولكن مدريبة في الأمر أن بعد ساعات فقط تهرضت سندي لحادث ثير مولم وتوفيت بالفعل وارسلت منار إلينا القصة وتقول أن الحادثة التي تهرضت لها سندي كان مدبرا نوعا ما وهناك شبهة جنائية بأن شخصا قام هو بقتل سندي وبسبب أن التحقيقات جارية فبالتأكيد ستجلب الشرطة رقم منار وستعلم أن منار قامت بتهديدها في اللحظات الأخيرة أو في الساعات الأخيرة من حياتها لذلك تسأل منار يا ترى إذا طلبتها الشرطة ووجهت لها الاتهام وقالت أنها قامت بتهديد سندي فماذا تقول منار هينها